سيئة دام ودهان مينيسترين ومينيستر ليبة أنالينا بيربوك ماني دام ودهان اسكيبت اين جدنكن در ويلتوات ستواتوزندن انا تريب فريده استفر فورتشرت اللوتت كمدن جنراتيون ان كوتس لبن امموكليش ديزي جدنك من توفير حيات للأجيال القادمة وصفا انزويا لا هنزيج اننا نوقع الآن ما سبق ان رأيناه في سنوات السادقة ومن ثم فان مسألة ازمة المناخ ومواجهة ازمة المناخ مسألة ملاحة في الفترة وما شاهدناه في بداية هذه السنة من فيضنات في البرازيل وما حدث في باكستان انها تتحدث ان هذه الاحداث ستتحدث لغة واحدة اننا نسعى الى تخفيض درجة الحرارة لدرجة ونصف مئوية هذا هو الهدف الذي نضعه نصب عيوننا نحضن في ذلك امل في توفير مستقبل آمن للجهة القادمة وذلك اذا ما نجحنا في تحقيق هدفنا في تحقيق نوع من الاعتدال المناخ علينا السيدات السادقة يجب ان يكون هذا هو طريقنا للمستقبل إنما نشعد على مدار الثلاثين سنة السادقة سواء في افريقيا أو في آسيا ومن ثم فليس أمامنا إلا التحول إلى الشكل الأخضر من أشكال الطاقة ومن ثم لن نستطيع أن نطالب مواطنين ومواطنين في الدول لن نستطيع أن نطالب أكثر من ذلك وإن هذه المهمة تقف أمامنا جميعا من أجل أن نصنع حياة أفضل لنا ومن ثم عن طريق التوجه إلى مصادر الطاقة عن طريق مصادر الطاقة النظيفة بدلا من مصادر الطاقة الاعتيادية والأحفورية على سبيل المثال ما قمت به مصر في الفترة السابقة في تنفيه عقد لعقد قطار سريع على السرعة في بداية هذه الفترة الانتخابية في هذه الفترة التشرعية بدأنا في خطط طموحة فينا في ألمانيا قائمة على على قائمة على تقليل امبعثات سني أكسيد الكربون والامبعثات الحرارية وكانت خططنا حتى سنة 2045 على تقليل والاستغناء عن جميع مصادر الطاقة في الحرية إلا أن الحرب التي قادها الرئيس بوتين أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة ارتفاعا كبيرا كان علينا الخروج واتخلص تماما من مصادر الفحم والغاز إلى مصادر الطاقة النظيفة لأننا عودنا إليها ومثلما فهناك توجه عالمي إلى العودة إلى مصادر الطاقة الوحفورية نظر لهذه الأذمة وكرد فعل لما حدث أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الفحم في العالم ومثلما فعلينا أن ندرك أمرا مهما أن علينا اتخاذ إجراءات على درجة عالية من الجدية والسرامة في توسيع مصادر الطاقة والسيام الغاز الطبيعي من أجل إمداد الناس في البيوت بمصادر الطاقة لكن من الواضح أيضا أننا نفعله من أجل ترسيخ وتوصيد مصادر الغاز الطبيعي كمصدر الطاقة سوف يؤدي إلى ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون ونبعثات الحرارية وإذا كنا نبحث عن شركاء آخرين لمتادر الطاقة فإن علينا أن نبحث عن مصادر نظيفة من بينها الهيدروجين الأخضر وأن نضع حدا أو نضع نهاية لاستخدام المصادر الأحفوري للطاقة ومن ثم أيضا تقليل الانبعثات الكربونية إلى درجة الصفر إن 50% من الانبعثات الحريرة وارتفاع الحراري مصدرها هو الطاقة غير المظيفة والمصادر الأحفوري للطاقة وهو المضوع الذي سبق أن ترحناه وناقشناه في الأسابيع والفترة السابقة وقد سرعد باستخدام بتعجيل باستخدام مصادر الطاقة الرياح ومصادر الطاقة النظيفة وذلك ليس على المستوى السياسي فقط لتحقيق مصالح سياسية لتحقيق مصالح جميع الدول المرتبطة بهذه الأزمة وما نجمع عنها إن مقابلة اليوم تؤكد وتبرز هذه النقطة تأكيدا بارزا إن اجتماع لليوم ولقاءنا اليوم يؤكد ما سبق أنكاته بضرورة تضافر الجهود للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ولن ننجح في تحقيق ذلك إلا عن طريق حماية البيئة وعن طريق الحصول على مصادر جديدة من إمداتات الطاقة من أجل لا من أجل المواطنين فقط ولكن من أجل موصلة عملية البناء وبناء الجسور وبناء البيوت والوحدة السكنية ومن ثم فعلينا أن نكون في تعاملنا مع الطاقة أكثر حرصا وإن وسائل التحديث أو برامج التحديث التي نتخذها على مستوى الهيئات الحكومية وعلى مستوى الشركات تحتاج إلى شركاء يمكن أثقا به معا عن طريق التكامل الاقتصادي قبل إسخدام 600 مليون دولار في مجال البناء التحتية في مجال البنية التحتية وفي مجال الطاقة النظيفة إن النقطة الرئيسية في التزامنا هنا بتعاون مع البنوك التنموية والمؤسسات لتقديم الإعانات التنموية هو الاستثمار في مجال الطاقة ولا سيما في مجال الطاقة النظيفة وتعاون مع دول إفريقية ولا سيما دول دول أريقيا ونطمح إلى فعل المزيد في هذا السياق من أجل إنجاح مؤتمر الأطراف الذي يعقد في بلدهم سيادة الرئيس السيزي وذلك من أجل ما تم التفاق عليه في مؤتمرات الأمم المتحدة في هذا الصدد فإذا فإذا رجعنا إلى التفاقيات باريس وما تم خضع عنها من توصيات فإن علينا فعل المزيد من أجل تفعيل ما تم التفاق عليه يمكن القول أن هذا هو نادي كبير للمهتمين ولشركاء المناخ في العالم هناك ثلاثة أهداف أساسية يمكنني أن أقول أولا علينا أن نزيد من إيقاع وسرعة التعاون من أجل تجاوز كل ما يمكن أن يعيق استخدام المصادر الطاقة النظيفة وتعميق التعاون السياسي وتوسيع الأسواق العالمية وإقامة أوجه وجسور الثقة بين الشركاء القادرين على تقديم إمدادات الطاقة عن طريق أيضا إزالة العقبات المتصلة بما يتصب الجمارك والعقبات الحدود بين البلدان أما الأمر الثاني هو صنعة سوق جديدة للأسواق المهتمة والأسواق الخاصة بالطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر وغيرها والاستثمار في هذا والاستثمار في التكنولوجيا المتصلة بتصنيع مصادر الطاقة النظيفة أيضا إنها مهمة مأساسية ومركزية لرجال السياسة حماية المناخ ومواجهة تحديات المناخية ومساعدة الدول النامية والبلدان الناشئة في هذا في هذا المجال وإلا لن نستطيع حماية المناخ بالشكل الذي نسعى ونطنح إلى الوصول إليه ومن ثم فإننا يمكن أن نقول أنه بدون المساعدة المجتمع المدني لن نستطيع تحقيق ما نرمي إليه سوف نستطيع أن نعمل سويا عن طريق المؤسسات التنموية والبنوك التنموية في العالم من الوصول إلى هذا الهدف قامت الدول الكبرى بتخصيص مبلغ مليار دولار لدعم التحولات المناخية ومن ثم فإن الدول الصناعية الناشئة تستطيع عن طريق دعم المؤسسات التنموية تعظيم استفاداتها من مصادر الطاقة النظيفة سيادة رئيس السيسي بتعاون معكم نستطيع الوصول إلى حل وسوف يكون هذا موضوعا كبيرا وموضوعا لنقاشات مستمرة المتواصلة ومن ثم فإننا لا نستطيع أن نترك الدول المعنية بمعزل عن ما يحدث في العالم وأن نتركها وحدها بأن نقدمها أجوها الدعم والمساعدة لا نستطيع نقول أننا متفايلين بشأن الحلول التكنولوجية الموجودة أمامنا على الطاولة الآن لن نستطيع أن نحقق ذلك إلا باستخدام تكنولوجيات تعمل على دعم البيئة من أجل أن نسر الأجيال القادمة حياة كريمة وحياة آمنة غزيل شكرا لكم